السلام عليكم اليوم جاي بكم مقطع جديد اليوم جاي بكم مقطع مينكرافت أخيراً حلقة جديدة من انفرت سكاي بلوك في أشياء كثير سويتها خلفكو أليس كانت متعبة واللهي متعبة بشكل ما تتطورونا لكن وهذا الشي اللي خلاني أصلاً أتأخر على هذه الحلقة أول شي نستفتح فيه وسل الكريفر اللي هناك فتلاحظون هنا يحط يحط هذي مش تسالفة ضبطت المكان اللي تهت بشكل صراحة يعني مرازي وحس أني جبت عيد شوين لكن نظمنا المكان لو تشوفون هنا ما فيتش أستاذ ما في شي هذا أهم شي صار فرضني سوي هذا الشي من الزمان لكن لو تشوفون هذا اللون وهذا اللون اللي تحت عبارة عن خشب في خشب صراحة بدون تدخل يتيب بدون جاي تعادة يعني أشوف تصميم حاولني أجد من هذا تصميم وهذا تصميم لكن هذا تصميم قيمت خاربطي شي وطلع معي كذا يعني إذا تبون أعدل عليه كتبيت عشو كومنتات وش أعدل بالضبط زاهد أني كنت أغضيف كبستون بس ما قدرت وما قدرت صراحة كان معي كبستون لكن مبكتير مرة خلنا جمع خشب بس ونسوي اللي هو حين ركز معاي عزيز المشاهد في شي بقول لكم هي على الحي بس خلوني نوريكم كل شي طيب ليش سويت كذا حقت الأدوار أو حقت لهذا ما أدري بس حسيت أن الشكل عجبني من يقدر نقول عاجبني والله عجبني صراحة أن هنا شوفوا كيف هذا الخشب عبارة عن هذا الخشب اللي هنا بس إنه ضغط عليه كليك يسار أكليك يمين بالأكس أعطوني رأيكم فيه لما أنا هذه الإضاءة جاي فيها من الكرياتيف مود ليش جبتها من الكرياتيف مود ليش تخرب مدروش لأنني أبغالها آيرو مرة كثير أنا ملاقش من سالفة أن أحط شموع على الأرض أحط شموع على الأرض أحط شموع على الأرض أبغى شي كذا ثاني فأجبت هذه الإضاءات من الكرياتيف يعني حطيت game mode جبت الإضاءات هذه كلها كثيرة أوكي كثيرة بس أبغاها تنور المكان وطلعت بشكل رهيب جدا 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 يعني فيها تناسق بينها وبين اللون برتقالي وعاجبني هنا هذا المكان أفكر أن يسوي فيه شي حاليا بسويه اللي هو هذا الشي مهما تشوفونا مجهز زومبي فيليجر مجهز سبلاش بوشن مجهز جودان أبل فبحط فيليجر ثنين هنا هذا المكان وهذا المكان حطيت هنا غزاز أو غلاس نجيب اللون المعنى اللون أبيض شي اللي ما حطيته هنا اللي هو كرافتينغ تابل اللون نخليه هنا كذا حس الشكلها يعني حتى متناس أووو نايس حلو حلو حقا عندنا كذا كويس إن شاء الله يعني الله أني مدري بيكون كويس كذا لكن إن شاء الله أنه ما أجيب العيد إن شاء الله يا ربي يا كريم سنجهز الأشياء هذه نحط الزومبي هنا ونذب عليه السبلاش وكنس هل تعطيه جودان أبل؟ يا ربي يا كريم إنا تضبط يا رب ونرقى هنا نضبط المكان بعد أنا ما أدري هل إرتفاع زين أو مبزين؟ لكن إن شاء الله أنه زين حلوين كذا أشوف إنه كويس صراحة الله لي ما أدري صراحة الله لي ما أدري بس نسوي هذا الشيء هنا بعد أوكي طيب سوي كذا إن شاء الله إنه كذا كويس الله لي ما أدري أنا ما أدري شويت هنا بالضبط أوكي ويا رب يا كريم حلو بس لازم نحط عنده شيء اللي هو حق الكتب عشان ليسير على طول يعطينا الكتب مطورة بسم الله توقع إنه كذا تحول إن شاء الله ألا أبي حول 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 خنشوف هنا الحين ما تحول للحين ينتفض فشوف إنها خطوة جميلة جدا نسوينا كذا حمد لله قلوني أخذ خمس دقائق ما أدري صراحة بس أنا أبغى أشوفهم متحولوا كذا هنا اللي تشوفون ضبطت الأمور هنا في أشياء شوائية لكن هنا حطيت الأسماك معركة بالجستين هذه هنا حطيت الأشياء اللي خاصة بالنذر هنا حطيت السبون أي سبون وهنا أشياء ثمينة يعني هنا مثل ما تشوفون لانترن هذا جائب من الكرياتيب وهذا اللي باقي منه يوم استخدمته يمكن نستخدمه بعدين وما نضطر لن نسوي قيم مود مرثا فهمتوا الفكرة صح؟ معنى جولد إنه قبل معنى كل شي حاليا معنى دبسترايدر في شي ودي سويه تصدقون يعني هنا تشوفون معنى اندربير معنى كل شي شوفوا هذا الشي اللي يبغاه إنه يجي الليل والمكان منور زي كذا والله العظيم شي رهيب الحمد لله أني سويت هذا الشي إن شاء الله إنه كذا كويس قاعد أفكر نحط كل الزوايا خشب أو كرافتين لكن أحس إنه ما يحتاجش نفس الوقت همم هذا نحن تحول خلونا نترقب اللحظة اللي يتحول فيها بسب الله الحمد لله صارت التحويلة وتحول الزومبي هذا طيب الحين نبغى نسوي شي مهم جدا خلونا نعم أو شي الشي المهم أذكر المعنى جلد وره بلنا هنا يب هذا هو الجلد حلو نروح لكرافتينج نسوي لنا أوه نسينا نسينا اللي هو الورق سوي كذا نحط أربع كتب ثلاث كتب هنا وبعدين نسوي اللي هو سلاب أوكي الليكترن هذه هذه هي اللي أقول لكم عنها أنا شفت مقطع في اليوتيوب يا رب أنه كذا يا رب يعني يا رب أني ما نجي بالإيد صراحة ما أدري هل هو صح اللي قاعد تسويه ولا لا لكن إن شاء الله حسنا نجرب حين كذا اوكي اوكي الحين نقدر القايضة الحمد الله رب الحمد الله قاعد يطلعنا الكتب الكتاب كتاب واحد يعطيك لك في سي اوكي هلو هذا يعطيك امرالد الورق ممتاز كذا يعطيك لك في سي اوكي 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 طيب هنا وش يسوي هذا ما ادري وش يسوي صراحة هل ان يخليه نفس الشي ولا لا سوي باقي ورق ونروح ناخذ المقايضة هذه عشان يطلعنا شي جديد اتوقع الحين مفروض اني يطلعنا شي جديد ولا شاني كميه الكاميرب الى امرة اللي معنا طلعناها بس شيفوا شاكل نحن نفس الحركة مع هاد بلجر ما وريتكم سويت مزوجه اللامة اللي هناك لكن هذي ترى ذبحت واحد من المكان اللي بروح ل когда شوي وريكم ماشا سويت بالضبط كبر حلو يعني كانوا اربعهم ممتاز حلو طلع جلد ممتاز خلاص ما عدنا بشي زبدي عيال والله اني خاك والله بي خاك مع المكالتات طيب سوي كذا سوي كذا حلو ثلاث كتب بعدين نجيب اللي هو سلاب نخليه هذا بعد حق كتب يعني ما بظهرنا شي اتوقع بعدين لو بغانا نحول نقدر نحول اتوقع والله العالمين بغانا نروح مع الجنب عشان نسوي نفس الحركة هنا خشوف بيرسينك ثري حلو يعطينا امرالد ممتاز اتوقع انه لازم اللفلة كامل الي ما يعطينا تطويرات جديدة زي هذا الحين نروح المكان الثاني المكان الثاني المكان الثاني بس انها سمتعت وهنا اسوي هذا الشي ليش سمتعته لانه من زمان وانا اغغى اصوي من زمان وانا اغغى اصوي يعني معنا سلك تتش ومعنا كتاب لك في سيما ديش فايته ها هذي 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 ان شاء الله في نهاية الحلقة بتكون موجودة باذن الله الحلقة هذي بيكون فيها اند بيكون فيها كل شي بس شاف الاند او البحث في الاند راح يكون في الحلقة الجاية باذن الله راح ندخل الاند وشوف شفيها ان نطلع على الطول سال نقدر او لا ما عدي طيب اللي سويته هنا شي تعبني بشكل مبطبيعي اقسم بالله العظيم تعبني ايام والله ايام وانا قاعد اسوي هذا الشي احسني ما سويت شي كيف ما سويت شي راح تشوفه الحين نبدأ بالفايف كذا افضل يعني شوفوا شوفوا كمية الاغراض والبسم بالله شي متعب بشكل مبطبيعي فاحتمال اني اكمله هذي اكسر الستون بالكرياتيف ليش لانه هنا يعني ما في شي قاد اكسر واخذ وقت واخذ كاكسات الارض كتستخدم كاكسات ستون فشوفوا هذا هذا اخر واحد سويته بانكسر خلونا اخذ هذه الاغراض بسم الله اني تشوفوا الفوق حبة الدايموند هذا بكاكس سلك تتش بس فاستفيد منه ولا لا لكن ان شاء الله يعني شير منكم حين بيسأل بيقول صار على البسيدي اللي موجوده هنا مفروض انه يعني عمديك تكسره زي ما قلتن البسيدي انا هو الشي الوحيد اللي قاعد اكسره بالكرياتي بلاي انه متعب جدا وقاعد يعني يستنزف طاقة مو بطبيعية لكن هذا الحلقة ناخد شي مفروض اني ناخذه من الزمان لكن كنت اقول لا بيجي وقت مدروش شفت انه مالا وقت مفروض اني ناخذه من الزمان عشان حلاص نرتاح نفسيا وكل شي وارح ااخذه واركم اياها بعد شوي شي هو هذا كبار عن دروع مدروش شو مو مهمة هذا المهم هذا البكاكس مفروض اني ناخذه من الزمان ليش؟ لاني نحط لكيا بدون سبب يعني كنا يقول خذح واستخدمه واني اقتصر لك موضوع يعني بس انا ما اخذيها تيقال لي ماني بمزغاش ماني بمزغاش مفروض اني اسوي من الزمان صراح فناخذ الدروع هو شي وناخذ البكاكس بكاكس مستخدم ماني بمزغاش مستخدم بس اوكي نهادا بلقة امرال صح اه ما اقدر اكسرها امرالد جولد ايرون كل شي موجود الحمدالله طيب خلونا ناخذ هذه الكاربت عندنا واحدة ولابز معنا كثير والله معنا سلك تاتشات الى بكره وكاكسين دايموند يا ساتر لو دمجنا هذا وهذا يكون شيء سطوري ولا خلونا نجري ندمج الثنين بسم الله سلك تاتش برقيق 2 شنسي فوق قاد افكر ادمجهم ولا لا ليش اقول ادمجهم ولا لا لان بعض الاحيان بحتاج سلك تاتش لكن بعض الاحيان بحتاج اقول خليه خليهم دين بعدين ليش دين بعدين عشان لو اقسر علينا او قرب ينكسر نصلحه ندمجه من اس الوقت هذا يمجيني حلو شوش شكل الله رهيب اوو كنا انجرمان يا ساتر والله جامد حلو 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 روضنا ذات وقع حلو نمجين ماذا؟ اوكي نلبسه ويو ساتر والله ذا زرق فخم الله يفخم حين نقدر نزوجهم صح؟ حلو هذول متروضين سبت اللبس هذا اللي عليهم الكاربت حاليا نحتاج والله جلد فما ادري قاد افكر اني اشيل هذا دعونا نشيله حلو عطانا جلد ممتاز نحتاج كتب يعني حلو كتبه ممتازة والله ممتازة ملا؟ لويلتي هذا حق ال اوكي فهمت مش انستثري طي فكرت اني احط شستين هنا واحدة اليمين واحدة اليسار مش هنرمي الاشياء اللي ما نباها ونفس الوقت خلونا نحط كرافتنج بميش ما نحط كرافتنج حلوين حاليا نروش بسوي بنروح النذر سكر مكان البلايز بتجمع كمية بلايز رود اكبر 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 كمية نقدر عليها واحدة يا κάيال واحدة يكتب ليسكم واحدة الحمد للله دله جمينة الوحدة غلا جموى لي يا ساتر دركد لك nawet ترسعها جاء الوقت س metu بحاجة 12 وحدة يا ساتر الحمد لله بو Mine أنا ضيعت أمже إبناء حكties لأنها النهار لكن الحلقة حالية حالية بس بوبة الانت 1 2 3 4 5 12 حبة يا سلا يا سلا من أول من أول ألو من رصب النعيار فوق بسيديون هم همشي جهزنا بوبة الانت اللي كنا نبغاها الحمد لله يا رب قانا ضبط دروع نضبط أشياء ونجيب للايت رو با 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 عشان نقعت للتنين يعني لازم نضبط غرارنا بشكل مبطبيعي حلقة الجاي إن شاء الله الزبدة إننا بنحاول نجيب للايترا بقنا نسميها للايترا إن شاء الله يعني أو نجيب للايترا نضبط على الأغرار حقثنا ونجهز الحلقة اللي بعدها من نروح الانت أو إننا نسوي حركة نجيب أو شي نخلص إيه عندنا تحدي كوكو بينز أو كوكو بينز كوكيز ما أدري هل تشوفون نحط كرياتيف ونخلصها لأنها شي تافح جدا ورسبا بقر جوي جوي زوج زوج والله العظيم يعزيات والخير خيرين يعني يعني أحتاج بقر أنا أحتاج بقر ما أدري أفصلهم ولا لا لكن هنخلي البقر موجدين معهم عادي يعني إن شاء الله نزاوج البقر وإن شاء الله عاد يا نفصلهم يا أنذا ما أدري كتبوا تحت في كومنتات هل يفرقوا ولا ما يفرق إننا نخلي معهم البقر مع أن ما توقع يعني أضيارة كبيرة بس يمدينا نقسمها يالله حين نذبح واحد ناخر حبتين جلد سافري هنا حين عندنا لفلات عندنا كتب عندنا كل شيء نطور نطور ثلاثة كتب شارب نس طيب تشمع قدام بي نوف مدري الله هذي خايف أن يجي معها شيء حلو دعونا ناخذ هذه حسنا نجيب هذه الحطة هنا باور اي في نويس باور اي في لدينا باور اي في باور اي في باور اس بوكت والله العظيم شي رهيب الكتب ذي مر رهيب نخلي الكتب رهيب هنا والاشياء اللي ما نبغاه هنا يعني زياد الخير خيرين وشباب يعني الله العظيم فيه اشياء طورات مرة كثيرة أعطيكم العائلة المشاهدة إن شاء الله استفزعتوا كتبتها في كومنتات رأيكم دعمكم إذا ما اشتركت تشترك نشوفكم على الخير السلامة